اذكر المصطلح العلمي خلي بالك في اسئلة المصطلح العلمي خاصة في سنوية عامة لازم اقراها كويس قوي عشان الدرجة بتفك 1- هو القشرة الارضية الخارجية الصلبة ويقدر سمكه بواحد من مية من نصف كتر الارض اللي هو ايه؟ الغلاف اليابس 2- المسافة الممتدة بين اعلى ارتفاع على جبل توجب به حياة واكبر عمق في البحار توجب به حياة ولا يزيد عن 14 كم الغلاف الحيوي 3- عملية يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية في وجود ضوء وساني اكسيد الكربون وماء وكلوروفيل هي عملية البناء الضوئي 4- حرقة موقعية نتيجة للنمو المتباين على جانبي النبات انتعرف يعني ايه حرقة موقعية؟ يعني حرقة موضعية يعني الكائن الحي بيتحركه هو مازال سابت في مكانه مين هو الكائن ده؟ اللي هو النبات الحرقة اللي بيعملها النبات تسمى ايه؟ تمام الانتحاء 5- هي فترة الاضاءة وفترة الظلام التي يتعرض لها النبات طول اليوم يعني على مدار الـ 24 ساعة اللي هي التواقط الضوئي 6- فترة يقل فيها نشاط الحيوانات النهارية ويبدأ نشاط الحيوانات الليلية دي فترة ايه؟ فترة الغسق انتعرفين ان عندي اربع فترات فترة النهار فترة الغسق فترة الليل فترة الفجر هنا بيسألني على فترة الغسق 7- سبعة الحيز الذي توجب به الحياة على القرى الارضية انهي حيز اللي هو الغلاف الحيوي 8- ظهور نباتات حولية في الصحراء عقب سقوط الانطار في الشتاء ثم تلاشيها بحلول فصل الصيف ده اللي هو ايه؟ الكساء الخضري المؤقت هل لي بالا؟ لو قلت الكساء الخضري بس تاخد نص الدرجة عشان في نوعين من الكساء الخضري فيه كساء خضري مؤقت وفيه كساء خضري دائم هنا بيسألني على الكساء الخضري المؤقت 9- ظاهرة حيوية ذات طبيعة دورية يقوم بها مجموعة من الحيوانات خلال اوقات ومواسم معينة دي ظاهرة الهجرة 10- قدرة الضوء على التغلغل داخل الماء اللي هي شدة الاستضاء كنتوا عارفين ان الغاية 200 متر بيكون الضوء جيد بيكون الضوء ضعيف من 200 متر ل 500 متر على العمق اكبر من 500 متر في الماء يسود الظلام 11- أي سلسلة غذائية لابد ان تبدأ بها معلومة مهمة جدا السلسلة الغذائية خد القاعدة دي مني لابد ان تبدأ بكائنات منتجة وتنتهي بكائنات محللة ويوجد دائما بين الكائنات المنتجة والكائنات المحللة سلسلة طويلة من الكائنات المستهلكة 12- نباتات تظهر عقب الامطار وتختفي بحلول الجفاف ده اللي هو الكساء الخضري المؤقت 13- حيوان لا يقرب الماء طيلة حياته معلومة مهمة جدا حيوان اليربوع 14- انتقال الرمال من مناطق صحراوية إلى مناطق زراعية مجاورة اللي هو الزحف الصحراوي الزهرة دي مشهورة جدا في الصحراء القبرى 15- نباتات صحراوية متخصصة معمرة مبعثرة تتحمل قلة الماء بسبب كبر مجموعها الجزري 15- تمام؟ 16- الكساء الخضري الدائم 16- أكمل ما يلي 16- يقدر سمك الغلاف اليابس بنؤة من نصف كتر الأرض 17- بينما يشغل الغلاف المائي نؤة من سطح الأرض 18- بينما قدر أعلى امتداد للغلاف الهوائي عن سطح الأرض بنؤة 18- السؤال ده بيسألني عن أرقام 18- ولك أن تعلم أن كثير جدا من الأرقام مهمة جدا السنادي عنه 19- تعال نجاوب 19- يقدر سمك الغلاف اليابس بدي ايه من نصف كتر الأرض 19- بواحد ممية من نصف كتر الأرض 19- بينما يشغل الغلاف المائي 72% من سطح الأرض 19- ولو كتبته له 3 تربع سطح الأرض ماشي 19- مفاش مشكلة حوالي 3 تربع سطح الأرض 19- بينما قدر أعلى امتداد للغلاف الهوائي عن سطح الأرض بكام بـ 300 كم 20- سؤال الثاني 20- كان الجو حار في أوروبا في زمن نؤة 20- وذلك منذ خمسة مليون سنة 20- اداني السنة 20- وسألني عن الزمن 21- بينما أصبح بارد في زمن نؤة 21- وذلك منذ نؤة مليون سنة 21- خلي بالك 22- الجو كان حار في أوروبا في زمن ايه؟ 22- تمام 22- البليوسين 22- وذلك منذ خمسة مليون سنة 23- حتى دي بتلخبط الطلبة 23- أصبح بارد بقى وظل بارد إلى الآن في زمن البليستوسين 24- البليستوسين دهوت منذ مليون سنة 25- مليون واحد 25- ومنذ مليون سنة إلى الآن ما زال بارد 26- ثلاثة 26- الضغط عند سطح الماء يكون نؤة 26- وكلما زاد العمق نؤة 27- زاد الضغط واحد ضغط جو 27- تعال نجاوب بقى 27- دي مهمة جدا 28- الضغط عند سطح الماء يكون واحد ضغط جوي 28- وكلما زاد العمق عشرة متر 29- زاد الضغط الجوي واحد ضغط جوي 29- يعني افترض مثلا إن أنا على عمق عشرة متر 29- يبقى علي ضغط دي ايه؟ 30- يبقى الضغط اللي موجود اتنين ضغط جوي 30- طيب على عمق خمسين متر 30- يبقى الضغط ستة ضغط جوي 30- ليه؟ 30- عشان الضغط عند سطح الماء واحد ضغط جوي 30- سؤال الرابع 30- تكون الإضاءة جيدة في الماء حتى عمق نؤة 30- وتختفي تدريجيا حتى عمق نؤة 31- بينما يسود الظلام تماما على عمق أكبر من نؤة 30- المعلومة دي مهمة وبتجيلي بأكثر من صورة 30- خلي بالك الإجابة أنا عندي رقمين 200 متر و 500 متر 30- دي الشفرة بتاعت السؤال ده 30- تكون الإضاءة جيدة في الماء حتى عمقه 200 متر 30- وتختفي تدريجيا حتى عمقه 500 متر 30- يعني معنى كده عند عمقه 500 متر مفيش إضاءة 30- كمل بقى السؤال بينما يسود الظلام التام على عمقه أكبر من 500 متر 30- خمسة 31- في درجات الحرارة غير الملأمة تلجأ بعض الحيوانات مثلة 30- خلي بالك عشان السؤال ده بي لخبط 31- مين الحيوانات اللي بتقوم بخمول صيفي؟ 32- ومين الحيوانات اللي بتقوم ببيات شتوي؟ 33- هو ده اللغز بتاع السؤال 34- بيقول لي في درجات الحرارة غير الملأمة تلجأ بعض الحيوانات مثل نقط ونقط إلى الخمول الصيفي 34- وحيوانات نقط ونقط إلى البيات الشتوي 35- لك أن تعلم إن الحشرات والرخويات هي اللي بتقوم بخمول صيفي 36- والبرمئيات والزواحف هي اللي بتقوم ببيات شتوي 37- يبقى الإجابة بتاع السؤال إيه؟ 38- أقول له في درجات الحرارة غير الملأمة 39- تلجأ بعض الحيوانات مثل الحشرات والرخويات إلى الخمول الصيفي 40- وحيوانات البرمئيات والزواحف إلى البيات الشتوي 6- تهاجر الكشريات نهارا إلى عمق نقط لتأثرها بنقط 40- الإجابة 40- حوله تهاجر الكشريات نهارا إلى عمق 27 متر لتأثرها بالأشعة فوق البنفسجية 40- وانتوا عارفين إن ديت نوع هجرة يومية بتحصل كل يوم 41- وعارفين طبعا من أمثلة القشريات أبو جالمبو والجنباري ungenباري